وصى انباء متضاربة وتسريبات من هنا وهناك تبدو الامور الميدانية في محافظات الضالع ولحج جنوب اليمن غير واضحة وصى معارك متواصلة بين المتمردين الحوثيين واللجان الشعبية الطائرات الحربية القادمة من صنعاء تشن غارات جوية على المجمع الرئاسي في عدن وتطلق الصواريخ باتجاهه فيما تصدت لها المضادات الارضية وشهدت اعمدة الدخان تتصاعد من المكان دون ان يتبين سقوط ضحايا في منطقة الوبة في محافظة الضالع تجددت الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين واللجان الشعبية المسنودة بالقوات الموالية للرئيس هادي وقد قتل العشرات من الحوثيين وجرح اخرون الانباء تشير الى ان اللواء ثلاث وثلاثين في الضالع الموالي للحوثيين يقوم بقصف منطقة الجليلة بالدبابات وكان مصدر عسكري قد ذكر ان المسلحين الحوثيين سيطروا على قاعدة العند الجوية الاستراتيجية الواقع شمال مدينة عدن وباتوا يضيقون الخناق على مدينة عدن وقال مصدر رئاسي ان الرئيس هادي يدير من غرفة العمليات الخاصة جبهات القتال المشتعلة في منطقة العند بقيادة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وكذلك اللواء فيصل رجب نافيا وقوعهم بالاسر كما تداولت ذلك وسائل اعلامية حوثية اشتركوا في القناة